بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبة وطالبات دبلوم المدارسة الثانوية الزراعية طالبة الصف الثالث الثاني والزراعي مجال الإنتاج الحيواني والدواجيني أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الدواجين تعرفنا في الحلقة الماضية على إنتاج بداري اللحم أو بداري إنتاج اللحم قلنا إحنا كاتكوت استلمناه من المعمل ودخلناه عندنا في المزرعة أو في المكان اللي هو سوف يتم فيه عملية إجراء عملية التسمين وتهرمنا العنبر واستقبلنا لدفعة الكذاكيت سواء كات ألف كاتكوت أو عشرين ألف كاتكوت حسب المساحة اللي هي موجودة مع زبط درجة الحرارة ودرجة الرطوبة والتهوية إلى آخره وحطناهم في مكان اللي هو التحضين اللي هو في بداية الأسبوع الأولين إن شاء الله النهاردة هنتحدث مع بعض عن إيه هي العمليات التي تجرى على هذا الكاتكوت أو على هذا الفرخ اللي هو موجود داخل العنبر إلى أن يتم الانتهاء من عملية التسمين اللي هي مدة 56 يوم أو 8 أسابيع يعني إحنا هنشوف إيه؟ أول أسبوع هنعمل إيه؟ الأسبوع الثاني هنعمل إيه؟ الأسبوع الثالث هنعمل إيه؟ الأسبوع الرابع هنعمل إيه؟ لحد ما ينتهي بمدة التسمين كذلك طول الأسبوع أنا بعمل إيه؟ أغير المسائي أغير المعالف أسخي أخسر المسائي أطهر إيه؟ كل العمليات دي كلها بتتم على كاتكوت التسمين من أول ما يتم وضعه في داخل العنبر إلى أن يخرج كاتكوت سليم وإننا اتفقنا في الحلقة الماضية قلنا الكاتكوت اللي أنت ساعدتك بتتناوله أو بتاكله بره اللي هي أنت بتقول عليها الفرخة ده اسمه كاتكوت لأن مدة تسمينه من 35 إلى 45 يوم أو 50 يوم بكتير فإن شاء الله هنتحدث مع بعض النهاردة عن الحاجات اللي أنا بعملها أنا كصاحب مزرعة أو كمشرف مزرعة أو فني داخل هذه المزرعة إيه اللي أنا بعمله؟ إيه اللي أنا بأديه يوميا بالنسبة لكاتكيت؟ سواء أن أنا بخس المسائي بخس المعالف بطهر آآ بضيف الأعلاف بحط كميات الأعلاف آآ بحصن الكاتكيت كل دي عمليات بيتم داخل المزرعة تعال نشوف مع بعض النهاردة كده هنبدأ بإيه النهاردة؟ هنبدأ بيه المسائي أو المعالف الموجودة عندي يعني إيه المسائي أو المعالف اللي هي موجودة عندك؟ المسائي الموجودة عندك حاطلك طبعا أنت طهرتها بشكل روتيني من 2 إلى 3 مرات في اليوم خلال أول عشر تيام لتجنب أمراض الجهاز التنفسي اللي هي بتكون موجودة داخل العنبر يبقى أنا بطهرها في آآ بشكل آآ دائم يوميا إن أنا بشيل هذه المسائة وبدل الميا اللي هي موجودة وبجيب أي منوع من أنواع المطهرات وابدأ أخسل بها فيها المسائة وابدأ أحط مياه نظيفة تاني داخل آآ العنبر التحضي طيب في بعض الأحيان إن أنا بحط آآ آآ كلور مع ماء الشرب بحط إيه بس بحطه بنسبة قد إيه بحطه بنسبة اتنين إلى ثلاث أجزاء في المليون من الكلور أرخور كذلك إيه إن أنا بعمل إيه إن أنا المسائي الموجودة أو الميا اللي هي موجودة في المسائي يعني ما أبدأ الصبح أنا عندي أبدأ النهار للنهاردة أروح جاي شايل المسائي اللي هي موجودة وابدأ أروح رامي الميا في المكان المخصص به للميا اللي هي المتوقية من اليوم السابق وابدأ بعد ذلك نطهر المسائة سواء إن أنا هتطهرها بفرشة طبعا نظيفة أو إن أنا بحط مثلا كلور أو أي نوع من أواع المطهرات في ده مع الميا وابدأ إن أنا أخس المسائة وروح شطفة واملأ كمية الميا المناسبة للكاتكوت اللي ما هحطه عندي في العنبا طيب النهاردة بالنسبة للمسائي كذلك المسائي إن أنا باملها بعد عملية التطهير ولازم إذا ما كنتش طهرت يوميا هذه المسائي ممكن على الأقل إن أنا بطهرها كل أسبوع وبستخدم في اللحظة دي أفضل حاجة عندي بستخدم المسائي المقلوبة البلاستيك أو المصنوعة من الساج هذه المسائة بتكون سعة خمسة لتر وتكفي لمية كاتكوت إن طبعا الكاتكوت إحنا قلنا في الحلقة الماضية إن هو له مساحة كافية على المسائة أنا مثلا عندي جبت ألف كاتكوت الألف كاتكوت دول هياخدوا كم مسائة فيه خلال فترة التحضير طبعا بيكون لستكاتكوت صغير في عمره لسه أسبوع أو عمر أول أسبوع بيكون طبعا مساحته قليلة في داخل العنبر فأنا بحط عدد مسائي قليلة بحيث المسائة دي تكفي للعدد اللي هو موجودة عندي سواء كان عند العدد ألف عند العدد خمسمية عند العدد 20 حسب الكمية اللي هي موجودة عندي فبطر في اللحظة دي أشوف مساحة كل مسائة قدي إيه وبشوف كل كاتكوت عندي يحتاج من هذه المسائة مساحة قدي إيه بضع الماء في المسائي بفترة كافية عشان المسائة تقدر أو المية اللي هي موجودة عندي تكتسب درجة حرارة العنبر بمعنى ذلك إيه؟ أنا داخل العنبر أنا مجهز المية اللي هي هعطها للمسائة فيه سواء كان فيه برميل أو أن أنا بعمل سعي أوتوماتيك المية ديت اللي هي موجودة داخل العنبر بتكون درجة حارتها مناسبة للكاتكوت اللي هي موجود لأن الكاتكوت عايش في درجة حرارة 32 إلى 35 درجة ما جيبش مية بقى تكون درجة حارتها 20 درجة أو 15 درجة خصوصا في فصل الشتاء وأبدأ أن أنا أغذى بها الكاتكوت على طول هيحصل له صدق النسبة للكاتكوت فيه درجة الحرارة اللي هو هيبدأ يتغذى على الماء اللي موجود داخل المسائة باستخدم المسائة لمستدلة الأكبر في الأسبوع الرابع حتى معاد عملية التسويق وبقول أن معدل مسائة واحدة لكل 70 طائر في حالة استخدام المسائة الطولية يبقى أنا كده في عندي روح تاني من المسائة يبقى في عندي مسائة اللي هي قلنا عليها المقلوبة أو البلاستيك اللي هي المقلوبة وفي مسائة أيضا عندي مسائة اللي هي الطولية المسائة اللي هي المقلوبة أن المسائة الواحدة بتسح حوالي 70 طائر يعني تسح حوالي 70 طائر بس دي في محلة إيه؟ دي في مرحلة التحديد لكن في مسائة عندي اللي هي مسائة طولية بخصص 8 سنط من جانب واحد لكل طائر من الطيور اللي هي موجودة داخل العام وبرفع المسائل المستديرة مع تقدم الطيور في العمر بمعنى ايه؟ انا عندي الكاتكوت لسه حجمه صغير ما يتعداش حوالي 7 سنتي او 8 سنتي او 10 سنتي اما بضع المسئة للكاتكوت يبقى اذا لدى اضع المسئة في مساحة يكون في متوسط متناول هذا الطائر بمعنى ايه؟ ما خليش المسئة مرتفعة عن سطح الطائر وما خليش المسئة طبعا وطية عن سطح الطائر بمعنى ايه؟ ان لو انا عندي كتغل التسميم بالذات انه هو لو جه شرب هو المية وهو اصلا رائد لازم يحصل له بلل للجهاز التنفسي عنده او لصدره ففي اللحظة دي بالتالي بيتنيقل له عند الامراض ويسابك تكون بيه؟ بالامراض التنفسية او امراض البرد اللي هي موجودة عندي يبقى انا كل فترة او كل اسبوع باتطر ان انا ارفع المسئة بحطها على الواح خشبية موجودة عندي او لو انا مستخدم اللي هو النظام المسائل اللي هو الاوتوماتيكي لو انا مستخدم المسائل الاوتوماتيكي فبتطر ارفع الجنزير او كل يوم او كل اسبوع حسب حجم الطائر مزيد اذا ايه هنا؟ كل ما زاد حجم الطائر كل ما ارتفعت المسئة يبقى المسئة في متنول سطح مقدمة الطائر بتبقاش المسئة اوطى من سطح الطائر لان الطائر معروف انه هو واقف لازم انه يتناول الماء ما يميلش على الماء يبقى لازم كل المسئة في مستوى سطح الطائر فبرفع المسائل بتقدم الطيور في العمر حتى توازي ارتفاع ظهر الطائر ده بالنسبة للمسائل لكن بالنسبة عندي للمعالف اللي هي موجودة المعالف اللي هي موجودة في بعض الاحيان ايه؟ هو الكاتكوت جاي عندي عندي ساعتك جاي في سواء كانت في كاراتين ممكن الكاراتين دي لو انا ما عنديش اطباق تحضين فبستخدم الكارتونة وبفردها في داخل العنبر في مكان التحضين وبضع عليها هذا العلف اللي هو موجود طب لمدة يوم او يومين بعد كده بشير الكاراتين دي وبجيب اطباق من البلاستيك وبحطها في داخل او بوضعها داخل العنبر او داخل المكان اللي هو فيه كاتكيت وبضع فيه كمية العلف اللي هي المناسبة لكاتكوت يبقى انا في اللحظة دي عندي بدأت التغذية الكاراتين اللي هي موجودة او ان انا بجيب الاطباق اللي هي البلاستيك بتكون سمكها او ارتفاعها حوالي 3 سنطي او 5 سنطي وبضع فيها العلف اللي هو موجود عندي فبضع كمية صغيرة من الحصة لو انا هجب ابدأ بعد كده ابدأ استخدم المعلفة اللي هي البرميلية او اي نوع من انواع المعلفة الموجودة سواء كان عندك معلفة صاج او معلفة بلاستيك فبعمل ايه بعد مضع كمية العلف في قلب المعلفة لانكاتكوت عندي بدأ يكبر فالكاتكوت بدأ يكبر يبقى عايز مساحة كبيرة من المعلف وعايز كمية غزة اكتر فبضطر ان انا في اللحظة دي بزود كمية العلف فبجيب المعلف اللي هي موجودة عندي هذه المعلف بضع فوق المعلفة مجموعة من الحصة زي الرمل كده في داخل العلف اللي هو موجود طب انا بحط العلف الحصة ايه بالنسبة للطائر بحط الحصة بالنسبة للطائر عشان خطرا انا عارف طبعا تمام برفع عليك انا عارف ان الطائر عندي فيه القناصة موجودة يعني عاملة زي الجهاز الهضمي اللي هو بيبدأ يضحن العلف الموجود فلازم اضع الحصة بالنسبة لهذا الطائر بضعه فوق العلف اللي هو موجود عشان الكتكوت او الطائر بعد ذلك ميجي تغزع العلف يبدأ ان هو يتغزع على الحصة او يلتقطه عشان خطرا يحسن من الجهاز الهضمي وميحسن من خواص القناصة اللي هي موجودة عشان يقدر يهدم الغزة اللي هو موجود او العلف الموجود وفي اللحظة دي في عندي انواع كتيرة من انواع الاعلاف ما يكون ان كتكوت صغير لسه في عمره اسبوع بستخدم العلف اللي هو النعم حاليا دلوقتي فيه العلف بدأت تظهر موجودة عندنا اللي هو الاعلاف النعم يعني زي المحبب زي السكر بعد حوالي عشر تيام او خمستاشر يوم بضطر ان انا استخدم العلف اللي هو المصبع بدأ في صورة اصابع صغيرة يبدأ يلتقطها كتكوت ليه هنبعب العلف المحبب وليه هنبعب العلف السيب اتضح من التجارب او من كفاءة التحويل او من الكمال الاقتصادية او من مشاكل التسمين مجموعة من الحاجات يقولك ان الطائر استهلك علف كتير يعني هضر علف كتير فالعلف المحبب بيمنع تهدير الاعلاف امام هذا الطائر ان ما يصل الى عمره اسبوعين او عمره 21 يوم انا بارفع له العلف اللي هو المحبب وببدأ بكمل التغذية عادي بالنسبة للطاق بنظف المسائي برضو والمعالف لتجنب تراكم الزرك معنى ايه انا عندي مثلا المسأة موجودة او المعلفة موجودة ابدأ انما انقلها من مكان الى مكان تبا ابدأ انقلها من مكان الى مكان ليه عشان خطر الكتكوت طول 24 ساعة هو يجنب المسأة يجنب المعلفة فعشان كده فيه زرك بيبقى موجود باستمرار اللي هو الفضلات بتاعة الطائر فبدأ انقل المسائي ونقل المعالف من مكان الى مكان بس بضع المسائي والمعالف على شكل غراب يعني بالتبادل داخل العنبر عشان الكتكوت ما يجريش او يمشي مسافة بعيدة بالنسبة لتناول المياه او تناول الاعلاف زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصور طيب في عندي برضو عملية تانية انا بعملها اثناء دي من العمالات المزرعية اللي هي موجودة انا النهاردة حطيت ناي وعملت عملية تحسين مثلا وديت اي نوع من انواع الادوية او من نوع من انواع العلاجات وديت كمية علف تماما في عندي عملية موجودة لازم اعملها اللي هي ايه لان انت ساعدتك بتهيجة تحسبني بعد كده او انا حسبك بعد كده على محاول معامل التحويل الغذاء الكاتكوت ده كان كم كيلو علف وفي نفس الوقت حول كم تن علف الى لحم حاول عد ايه فاعرفها من كفاءة التحويل فلازم فيه هنا عملية لازم اجريها بعمل ايه هسي في هذه العملية انا الطائرة عندي او لسه الكاتكوت داخل اول يوم بروح جاي مجموعة من الكاتكيت عشر مثلا كاتكيت او عشرين كاتكوت على سبيل المثال خلينا في عشر كاتكيت عشان نقدر نحسب هذه النسبة العشر كاتكيت انا بشوف اوزانهم على بيزان النهاردة بعد اسبوع او في نهاية الاسبوع بروح جاي وزن هذا الطائر او هزي العشرة تاني او ااخد وزن تاني عشان اشوف الكاتكوت كال العلف قدي ايه لان انا عندي في المقابل انا حد تانية في عندي ساركي او في اذن انا بعمله اذن اذن صرف العلائك او ساركي ايه اه اه صرف العلائك بالنسبة لهذا الطائر النهاردة اخد عشر جرام بكرة هياخد خمساشر جرام لانه حجمها يزيد بعد كده هياخد عشرين جرام بعد كده انا هتديله تغزية مفتوحة فمعنى زلك تغزية مفتوحة يبقى انا بوكل الطائر بتديله كمية العلف اللي هي موجودة لانه علي احرة في اللحظة دي بس في النهاية انا هحاسب الطائر اشوف الطائر ده ايه هل حولي لقد ايه هل معامل التحويل عندي واحد وسبعة من عشرة هل هو اتنين واحد من عشرة هل هو واحد وستة من عشرة يبقى انا بقيس معامل التحويل حسب كفاءة الطائر عشان اقدرحكم على الطائر اقولوا كتكود ده فعلا كتكود التسمين او السلالة دي فعلا سلالة التسمين او السلالة دي لا انا غيرها الضفعة الجاية وهكذا يبقى انا بعمل عملية الوزن الهدف الاساسي منها خلال فترة التسمين ان انا بصل لوزن الجسم المناسب للسلالة مع تجانس جيد هذا التجانس بتماشى مع عمل القطيع لذا لازم اعرف الفرق في الوزن الوزن الاولاني اللي انا داخل به ثم الوزن في نهاية الاسبوع واطرح الاتنين مع بعضيهم عشان يديني اللي هو معدل الزيادة اليومية بالنسبة لهذا الطائر عشان اقدر بعد كده ارفع كفاءة الاعلاف وبزود كمية الاعلاف فاول حاجة عندي فيه الوزن انه بوزع عيانة عشوائية من الكاتكود حوالي عشر الى اتنشر كاتكود وبسجل الوزن الحالي ليهم هذا الوزن بيسمى واو واحد يبقى الوزن الاول اقسم وزن الع Amy الإجمالي انه وزنت مثلا العشرة تلعوا مثلا حوالي مثلا اه خلق كاتكود مثلا عشرة جرام او اه خمسين جرام يبقى عند العشرة في خمسين جرام يبقى مثلا تلع حوالي على سبيل المثال نص كيلو طيب في نهاية الاسبوع النص كيلو ده هو بقى قد ايه تاني اننا بحط كمية علف النص كيلو بقى هل بقى كيلو العشرة بقى كيلو يبقى معلزلك ان فيه زيادة وهكذا يبقى بقسم الوزن الاجمالي من الكاتكيت على عددها عشان احسب متوسط وزن الكاتكوت النادج فيما بعد او في العمر اليوم بالنسبة للكاتكوت. طبعا انا بسجل هذا الوزن في سجلات موجودة عندي عشان اقدر احرك السجلات واقدر احرك صرف العلائق واقدر اقولها نشوف انا راجل اقتصادي وماشي في خطوات سليمة لان في الاخر خالص ايه? انا يهمني كمربي تسمين انا العائد اللي علي ايه? انا راجل بشتغل في الف كاتكوت وعشان اشتغل في الف كاتكوت عايز عندي مثلا حوالي على سبيل المسال تلاتين اربعين الف جنيه. هل هبدأ انما في اللحظة اخسر ولا هكسب? يبقى انا لازم كل خطوة وكل يوم ابدأ ان انا احسب وزن الكاتكيت وبسجل الوزن بتاعها. طب يعني بأيدي الوزن في سجلات وبحسب العينة وبقدم العليقة والمية او العلف المية وبازبط درجة الحرارة وبازبط درجة الاطوبة والتهوية. في نهاية الاسبوع الاولاني. بوز عينة عشوائية اخرى تانية من الكاتكيت واحسب متوسط الوزن. مع حساب الكمية العليقة المستهلكة لكل كاتكوت. بمعنى ايه? انا النهاردة طلحت مسلا عندي الف كاتكوت طلحت النهاردة مسلا حوالي خمسين كيلو وطلحت شكار. يبقى انا بقى في اللحظة دي اقسم عدد الهوى الكاتكيت على الاعلاف الموجودة او العكس عشان اطلع واقول ان الكاتكوت استهلك في اليوم عندي عشر جرام او خمس واشر جرام او عشرين جرام. هيقبلها الناحية التانية معدل الزيادة في الوزن. يبقى انا بشوف الكاتكوت هل معاولة تحويل كده كويس شغال? ولا السلالة بتاعته نقصة في بالنسبة للكاتكيت. بحسب سرعة النمو الكاتكيت بالمعادلة التانية. بقول واو اتنين. واو اتنين اللي هو الهو. اللي هو نهاية الاسبوع. لكن واو واحد اللي هو في بداية الاسبوع. بحسب الاتنين مع بعضيهم. او اطرح الفرق. الوزن الاولى التاني. نقص الوزن الاولاني. بيديني طبعا نتيجة. وبقسمها على عدد الكاتكوت اللي هي موجودة. واضرب في المية. اقول ان وزن الكاتكوت ده هو عندي بيزيد كل يوم. مثلا عشرين جرام. تلاتين جرام. اربعين جرام. يبقى انا ماشي بنوهز المعدل. يبقى ازا الكاتكوت ده هو تمطابق للسلالة اللي انا بربيها سواء كانت سلالة هابرد او اه اه او سلالة قب او اي نوع من انواع السلالة اللي انا بدخلها داخل المزرعة اللي هي موجودة. يبقى انا واو واحد بتمثل ايه? وزن الكاتكوت او وزن الكاتكوت عند بداية الوزن. واو اتنين بتمثل ايه? وزن الكاتكوت عند بداية الاسبوع التاني. او عند نهاية الاسبوع الاولان. يبقى انا بطرح الفرق بين الاتنين عشان اقدر احسب معدل الزيادة اليومية بالنسبة للكده كي. طب انا لو لقيت عندي فيه اه اه فيه انخفاض او في اه يعني مفيش كفاءة انتاجية لهذا الكاتكوت انه هو ما بيزيدش. معنى ذلك ايه? ان انا بدك كاتكوت عالف كتير وفي نفس او حسب المعدل بتاعه الطبيعي وفي نفس الوقت الكاتكوت اصلا ما بينتجش كمية اللحم اللي انا عايزها. لان انا هدفي في الاول ان قلنا معامل التحويل عبارة عن اتنين الى واحد او واحد الى اتنين. يعني ايه واحد الى اتنين او اتنين الى واحد. يأكل اتنين كيلو عالف عشان يديني كيلو لحم. هو ده معامل التحويل. طب انا لو لقيت انخفاض في معامل التحويل بالنسبة لطائر التسمين. اقول الانخفاض ده هو بيرجع الى ايه? تعالى نشوف مع بعض بيرجع الى ايه? بيرجع الى اسباب وراسية. هزي الاسباب بتتعلق بالسلالة زي ما احنا قلنا في البداية. هل السلالة ده ايه? راجع الايه? راجع على القطيع اللي هي الجدود اللي هو طالع منه اصلا الكاتكوت. لان طبعا احنا عارفين ان كل كاتكوت طالع طالع بين زكل وانسة. يبقى انا اقول ان السلالة اللي موجودة عندي ديت سلالة غير جيدة او غير كفاءة كفاءة تحولية مناسبة. يبقى انا بستبعد هذا الكاتكوت فيه ما بعد عشان مربشي. وفي نفس الوقت ان هو يخصر لي فيه عملية التسمين. يبقى السبب الاولاني الفرق في الوزن بيرجع الى ايه? داخل العنبر او داخل المكان اللي عندي? اسباب ورصية. السبب التاني اسباب بتتعلق بتربية الامهات. معنى ايه? انما في بعض الاحيان في بعض الاحيان الكاتكوت اللي هو طالع عندي من البيضة. ممكن في بعض الاحيان انت بس تلاقي الراجل اللي انا او المعمل اللي انا هجيبه فيه عنده اعمار كبيرة اللي هي هتنتج للبيض اللي هيخش مكانة التفريخ. يبقى هيطلع كاتكوت تمام. احنا قولنا متوسط وزن البيضة من خمسين الى سبعين جراب. اللي هي البيضة اللي داخلها التفريخ. يبقى لو انا دخلت كاتكيت صغيرة او دخلت امهات لسه بشاير. في داخل مع الامهات اللي هي كبيرة. هيحصل عندي. ان فيه كاتكيت كبيرة بعد كده فيه الوازن بالنسبة لي كاتكوت التسمين. وفيه كاتكيت صغيرة بالنسبة لكاتكوت التسمين. بس دي ما بتزهرش اللي امتى? ما بتزهرش اللي في نص الدورة او في تلت الدورة. يعني بعد عشرين يوم او بعد خمساشر يوم. تلاقي. تلاقي فيه تفاوت في الاوزان بالنسبة للكاتكيت. هذا التفاوت بيرجع الى هذا السبب. ان عند المزرعة اللي هي انتجة هذا الكاتكوت او اللي طلع منها هذا الكاتكوت. اه فيه كاتكيت كبيرة في الحجم. وفيه كاتكيت صغيرة في الحجم. لان فيه امهات كبيرة عدت خلاص بقتها مثلا حوالي عمر سنة. وفيه امهات لسه ما دخلها عشان تتديني البضل هيطلع منها الكاتكوت. يبقى فيه تضالف الاتنين. يبقى اقول في اللحظة ديات ان في عندي ممكن تكون انعزلات في الوراثة او في الصفات الوراثية او المزرعة اللي انا هجيب منها الكاتكوت ده مزرعة غير جيدة فبضطر ان انا استبعد هذه المزرعة وبضطر ان انا ندور على مزرعة اخرى عشان عندي تناسب في الاوزام بالنسبة لكاتكوت تسميه. يبقى عندي الميكس مامه كله انت ساعدتك بتقول اتنين الى واحد. يبقى ازا المعظم الكاتكوت كلها لو كانت مسهر حوزنها في الاسبوع الاولانية مية وخمسين جرام يبقى متوسط الكاتكوت كلها مية وخمسين جرام. لكن ما بقاش فيه كاتكوت عندي مية جرام وكاتكوت عندي خمسين جرام. يبقى يرجع لهزا السبب. في عندي سبب تاني اسباب بتتعلق بالمفرخ اللي هو ان هو ممكن يدخل احنا قلناها بعد النقطة اللي فاتي اللي تنمر طواتين مع بعضيه. ممكن يدخل عندي بيض غير متجانس. يعني ايه غير متجانس? بتلاقيه البيضة عندي ممكن يدخل البيضة اربعين جرام وممكن يدخل بيضة ستين جرام. ده هيطلع منه كاتكوت وده هيطلع منه كاتكوت. بس كافات الاتنين مش تبكى من زي بعض. او ان هما غير مناسبة لبعض. هتلاقي اللي هو الكاتكوت اللي طلع من عنده البيضة اللي هي صغيرة لازم هكون نموه برضو ضعيف فيه ما بعده مش هيوصل للمعدل الوزن اللي احنا مطلوب. لكن الكاتكوت اللي هو البيضة حوالي ستين جرام او سبعين جرام اللي هو الوزن الطبيعة للبيضة. هتلاقي كاتكوت التسمين هيفرب معاك. وهيشتغل معاك في داخل العنبر. ووزنه هيعدي هيطابق فعلا السلالة. ويطابق الكفاءة التحولية اللي هو المطلوبة من هذا الكاتو. يبقى دي اسباب بتتعلق به المفرخ بالنسبة لطائر التسمي. اسباب بتتعلق بالتربية. يعني ايه اسباب بتتعلق بالتربية. ودي نقطة مهمة جدا جدا عندنا في آآ تسمين الدواجة. معنى ايه? انا عندي وطلك في البداية خالص انت ساعتك بتحط مثلا لكل الف كاتكوت وهو في عمره اسبوع حوالي سبع تمن مسائل. او آآ خمس ست معالف. طب الكاتكوت ده مش بيزيد. طب ما هو بيزيد. يبقى ازا كل ما بيزيد حجم الكاتكوت كل ما بقطر عدد المسائل في العنبر كتناسب مع كسافة الكاتكيت اللي هي موجودة او مع حجم الكاتكوت اللي هو موجود. كذلك بيرضوا نفس النظام المعالف. كل ما بيزيد حجم الكاتكوت حاطت مشان حوالي تمن معالف. يبقى انا بعد اسبوع بخليهم عشرة. بعد اسبوعين بخليهم خمستاشر. وهكذا. يبقى السبب التاني من نقص الاوزان المسالية اللي هي فيه خلل في طرق التربية او في نظام التربية او اسلوب التربية اللي انت اصلا متابعه داخل المزرعة. انا ازا بحط العدد الكافي للكاتكيت داخل المزرعة. عشان الكاتكيت تقدر تتناول في وقت واحد كلها مع بعضيها. مفيش كاتكوت ياكل عرف وكاتكوت تاني مش قادر يوصل للعليقة او قادر ليوصل للمسأة. زي ما احنا شايفين مع بعض في الصورة واترك فيه طريقة نظام متبادل. ودي اطباق التحضين زائد المسأة اللي هي موجودة. ما بضعهمش كلهم في مستوى واحد بالنسبة لطائر الكاتكوت او على خط واحد. يبقى لازم بالتبادل على شكل غراب بالنسبة داخل العام. كذلك من دمن الاسباب برضو اللي هي بتقدي الى نقص الاوزان المسالية بالنسبة لطائر التسمين عدم تجانس العليقة. ودي نقطة مهمة جدا 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 في تكوين العليقة. لان العليقة الحاجة الوحيدة سواء كان انسان او نبات او حيوان او دواجن هو اللي يقدر يحكم على العليقة. هو اللي يقول له اه العليقة ديها 22% بروتين تمام مناسبة لجسمين لان هو بيزيد. مش انت اللي تقول ان هي فيها 22% لكن هي بيبان على جسم الطائر. بيبان على جسم الحيوان. بيبان لجسم الانسان. يبقى عدم تجانس العليقة بينضمن الأسباب اللي بتأدي إلى نقص الأوزان أو معدل الأوزان المثالية بالنسبة لطائر التسمي. كذلك في نقطة خطيرة خطيرة جدا. الممكن لكل كتاكيد أثناء فترة التربية أو فترة الرعاية أو فترة الاحتضام تصيب ببعض الأبراد أو فيها عنده تفيرات داخل العنبر. إن جايز يكون ما تهرتش العنبر كويس. جايز يكون ما تهرتش المسائي كويس. جايز يكون ما تهرتش المعالف كويس. جايز يكون ما تهرتش الفرشة كويس. كل دي وسائل بتقدي الى الاصابة بالابراد والطفيلات. مما يؤدي بعد ذلك الى ماكس الاوزال المثالية بالنسبة لطائر التسمين. في نقطة برضى مهمة جدا اللي هي تجنيس الكاتاكيد قبل عملية التسمين. يعني ايه تجنيس الكاتاكيد? انا مش انا قلت لساعدتك في الحلقة الماضية انما اما اما باخد الكاتاكود تسمين كاتاكود تسمين له مواصفات معينة عندي. يبقى انا بشوف الكاتاكيد بفرزها قبل ما ضحها داخل العنبر. لو لقيت الكاتاكود عندي ضعيف. يبقى انا بستبعد هذا الكاتاكود. في اللحظة دي. يتلازب اجانس بين افراد القطيع اللي هي موجودة عندي. ما جاستيلم الكاتاكود من اللي هو المورد او من الراجل اللي هو هيجيب لي لحد العنبر او من المعمل اللي هو موجود. طبعا ما بجنس. انا بجنس ليه اصلا? يعني ايه بجنس الكاتاكيد? طبعا كلمة تجنيس اللي هي التفريع بين الزكور طبعا ويه? وبين الاناس. بجنس الزكور لان الزكور اسرع نموا ومعامل التحويل لها بيكون اكبر من معامل تحويل الاناس. وبالتالي بينعكس على مودة التسمين او على دور التسمين وبيخفر لي الوقت المناسب لعملية التسمين. بمعنى ايه? الزكور بالنسبة اللي هي الدواجن في التسمين بتكون معدل نموها تبعا سريع جدا جدا غير الاناس. اما بكون ما هو سريع جدا. انا بقضع العلف كتكون بيزيد. بقضع العلف كتكون بيزيد. لكن لو عندي فيه اناس موجودة في داخل العنبر بقى برضو فيه اه خلل في عملية اللي هو الزيادة لان الاناس بتكون ابطأ من الزكور في عملية الزيادة اليومية. عند تسويق الطيور بعد الدبح. لازم اوحد في احجام الطيور. ليه? انا بجنس ليه? بجنس عشان خاطر ان ما جيه بسلا واحد مورد عايز مني مسلا حوالي تمنمية طائر او خمسمية طائر. بيقول لي عايز اوزيان من اتنين الى تلاتة. يبقى انا اما هنا بجنس الكاتاكيت عشان اطلع في النهاية الى معدل نمو ومرتفع في نهاية التسمين وبلاقي عندي كمية اللي هو المورد او التاجر التجزئة او تاجر الجملة هيجي قطع عندي من اتنين كيلو الى تلاتة كيلو. لكن انا لو مجنسش عملية عملية الكاتاكيت في بداية تدخول الكاتاكيت. يبقى هتلاقي عندي في انا ازلات ورصية موجودة تلاقي في كاتاكيت احجامها ضعيفة جدا. يبقى في اللحظة دي هتخصر لي عملية التسمين. كذلك ان في الاسواق بتتطلب. في بعض الاسواق يقول لك انا عايز كاتاكوت ليه عملية الشاوي. كاتاكوت للشاوي بيكون من كيلو الى كيلو نص. كاتاكوت الشاوي ده وتخسرها عليك انت كمربي انك تربيه داخل العبر. لان هو ما بيزيتش. انت بتضع للكاتاكوت الكبير حوالي اربعة كيلو علف. بتضع للكاتاكوت برضو اللي هو الصغير اللي هو هياخده بتوع الشاويات حوالي اربعة كيلو. يبقى هنا عندي فيه تناسب فيه فرق بين الاتنين. يبقى انا لازم في اللحظة دي اجنس عملية الكاتاكيت عشان خاطر ان انا برفع معدل التحويل بالنسبة للطائر. وبسهل عملية الطبخ الاوتوماتيكي لو الاسواق عايزة مني آآ كاتاكوت ذات حجم كبير. ايضا بجنس ان ان التجنيش مهم فيه عملية تحويل الغذاء. اللي ايه? لان دجاج اللحم اللي هو المربى الجنسية منفصلين عم يمكن ان تغذى بعلاقك او فاك ما يمكن لاحتياجاته. آآ يعتقدون ان الاناس بتحتاج الى بروتين اقل من الزكور. معنى ايه? ان فيه عند المربي بيعتقد ان 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 الطائر اللي هو الانسة بالنسبة للكاتاكوت التسمين بيحتاج الى بروتين اقل. لا هو نفس البروتين هو هو بس لكن الكفاءة الوراثية بتاع كاتاكوت التسمين. بالنسبة الاناس بتكون اقل بكثير عن الكفاءة التناسلية او كفاءة التحويل الغذائي بالنسبة ليه الزكور في كاتاكوت التسمين. طيب في عندي نوع تاني او في عندي خطوة تانية بعملها اللي هو برنامج التغذية ومواصفات العلاق. يعني ايه برنامج التغذية? انا عشان اجيب كاتاكيت عندي ودخلها لعنبر وانا راجل ما اعرفش اغذي كهذه الكاتاكيت يبقى دي عندي مشكلة. بقى لازم انا اعرف البرنامج اللي انا هبدأ اغذى عليه. قلنا هعمل ايه? عندي فيه تلات انواع من العلاق اللي هي موجودة في داخل المزرعة. في عندي علف بادي. في نامي. في ناهي. يعني ايه بادي? ويعني ايه نامي? ويعني ايه ناهي? البادي هو عبارة انه معلف. فيه نسبة بروتين لا يكله عن 24% واحيانا بتصل الى 20% بروتين. ده اسمه بادي. يعني ايه بادي? زي الطفلة عندي. الطفلة عندي اول ما هو يتفطم. طبعا هو كان بيرضع اللبن موجود. ثم بعد ذلك هيبدأ ان هو يتناول الاكل. هتلاقي في اللحظة الطفلة هيخس. يبقى انا بدي له نسبة بروتين عالية في العليقة. بجيب له اي نوع من انواع الاكل اللي هي فيه نسبة بروتين عالية عشان يعوض لي اللبن اللي هو كان موجود. نفس النزام برضو هنا عندي كاتكو. يبقى انا لازم احط برامج للتغزية سواء كان برامج آآ ببدأ بيها بعلف بادي او ببدأ بعلف نامي وبنتهي في الاخر بالعلف الناهي بالنسبة ليه الكاتكو. خصوصا في الثلاث اسابيع الاولى بنعمل الكاتكوت لان الكاتكوت كل فترة بيمر بمرحلة معينة وبيتنتقل الزيادة التريجية مع زيادة كمية العلق بالنسبة للكاتكو. طب في هناك اسلوبين للتغزية. يعني ايه اسلوبين التغزية. في بعض الاحيان او بعض المربين بيعمل ايه? بعض المربين ممكن يبدأ بنوعين اتنب من العلائق فقط. ما بينهيش بالناهي. يبدأ بالبادي وينتهي بالنامي. في بعض المزارع بتبدأ بتلات انواع من العلائق. تبدأ بالبادي والنامي والناهي. طب تعال نشوف مع بعض بيبدأ بالبادي نسبة البروتين فيه قد ايه? نسبة البروتين في العليقة البدأ من عمر يوم وحتى اربعة وعشرين يوم. هذه النسبة من البروتين في العلف بتحتوي على تلاتة وعشرين الى اربعة وعشرين في المية بروتين. طب النوع التاني من العليقة هو عبارة عن ايه? عبارة عن علف نامي. بيبدأ من عمر خمسة وعشرين يوم وحتى عمر اربعين يوم او لهاية فترة التسمية. بتكون نسبة البروتين فيه واحد وعشرين الى اتنين وعشرين في المية. وايضا نسبة الطاقة بيكون تلاتة تلاف وتلتم ميت كيلو كالري لكل كيلو جراء. فيه نوع تاني من العلائق اللي هو تقديم سلاسة انواع من العلائق. عنا فيه ناس بعد الناس او بعد المربين بتقدم نوعين اتنين بس من العلائق خلال فترة التسمين. وفي بعض المربين بيقدم تلات انواع من العلائق خلال فترة التسمين. يبدأ بالبادي ثم النامي ثم الناهي. يبدأ بالبادي من عمر يوم حتى عمر خمستاشر يوم. بيكون في اللحظة دية العرف محبب زي يعني نفس درجة السكر بالضبط محبب زي السكر. دي لمدة خمستاشر يوم. نسبة البروتين طبعا فيه بتكون عالية. بتكون من تاتة وعشرين لاربعة وعشرين في المية بروتين. طب بعد الخمستاشر يوم بيبدأ بالعليقة الثانية وهي العلف النامي. العلف النابي نسبة البروتين بتكون فيه من 20 الى 21% بروتين والطاقة بتكون 3300 كيلو كالوري تقديم عليها نهية من عمر 41 يوم الى نهات التسويق بتكون نسبة البروتين في اللحظة دي كام بتكون من 17 الى 18% بروتين هو بيقدم الناهي ليه يعني تبقى ايه اللي هو العلف الناهي علف الناهي نسبة البروتين فيه منخفضة بس بترتفع فيه نسبة الكربوهايدرات بمعنى ايه لان الكربوهايدرات بما الطائر يكلها او يتغذى عليها فيه على سورة العلف اللي هو موجود بتحولها فيه جسم الطائر الى دهون عشان كده انت ساعدتك بتقول يعني كلنا معتاد يقول لك ديني شو شربة فيه المرأة اللي هي موجودة بتاعة الطائر انا عازة خلي الطائر يكون فيه اه الماء بتاعة دسم يبقى معنا زلك ان يجي منين يجي من ان في الاخر خالص اخر فترة التسمين وفي نفس الوقت ان انا بقلل التكلفة بالنسبة للمزارع او بالنسبة المربل لانه هو كتكوت زاد انا عايز زود ايه بقى في اللحظة الاخرانية في اخر حوالي عشر تيام او اخر اسبوع بضطر ان انا حط تعليق من العلف اللي هو الناهي فيه نسبة عالية من الكربوهايدرات والنسبة بسيطة جدا اللي هي 17 او 16% بورتين ليه علف الناه ويجب شراء العلف ان يكون الشراء من جهة يكون موصوب بيها زي ما قلتلك يعني ايه كلمتين دول مش انا ولا انت اللي بنقدر نقول ان العلف ده مضمو للطائر هو اللي بيقول العلف دوت فعلا نسبة بورتين متحته 17% او 18% او نسبة بورتين 21 او نسبة بورتين 24 الاخير والطائر هو اللي بيبان عليه انا كل اسبوع بوزن اما بوزن كل اسبوع بعرف معامل التحويل بالنسبة لهذا الطائر في اللحظة دي بعرف ان انا ماشي سليم ولا انا ماشي فيه حاجة عندي هل في اللحظة دي فيه عندي امراض موجودة في القطيع طبعا كل الحاجات دي كلها عمليات بسجلها يوميا داخل المزرعة عشان في النهاية انا مطالب انا وانت مطالب ان بوزن مثالي بالنسبة للسلالة اللي هي نشاريها او اللي انا بدخلها داخل العنبر من حيث الكفاءة التحولية او الكفاءة الانتاجية لهذا الطائر معامل كفاءة الانتاج ولا عوامل المؤسرة عليه يعني ايه معامل كفاءة الانتاج بشوف كمية العلف اللي هو استهلكها الطائر خلال فتر التسمين بحسب هلو بالكيلو جرام هل الطائر دخل قد ايه علف هل كان 3 كيلو 3 كيلو ونص 3 كيلو ومتين جرام حول لي لحمة قد ايه حول لي نسبة دهون قد ايه يبقى ايزا كمية الانتاجية اللي هو حولها الطائر على جسمه ده اسمه معامل التحول بالنسبة للطائر او بنقول عليه احنا عندنا معامل كفاءة الانتاج بالنسبة للطائر انتاج من ميه انتاج من كتكوت التسمين او بنطائر التسمين اللي هم وجود فمعامل التحول الكياسي بالنسبة لبداري التسمين من 1 وتسعة من عشرة الى 2 وتنين من عشرة طب لو حصلنا على هذا الرقم في نهاية هذه الدورة يبقى عندي بكياس نجاح دائم مربح جدا في فترة التسمين يبقى انا لو وصلت للمعامل التحويل اللي هو 2 وتنين واحد من عشرة او 1 وتسعة من عشرة الى 8 يبقى انا فعلا نجحت فيه عملية التسمين وفيه مشاكل التسمين وبقى انا عدد فيه هذه الدفعة لان الدفعة عندي كام انا بصرف مليارات بصرف قلوفات بالنسبة للدفعة انا وطلب في البداية ان الطائر مثلا على مسابير المثال بيصرف حوالي 30 الى 40 جنيه او 45 جنيه حسب الكسافة اللي عندك او حسب الكفاءة اللي عندك او حسب اسلوب التكنيك اللي انت شغال به في داخل المزرعة اللي هي موجودة عند ساعاتك بيكون وزن الدجاجة او وزن طائر التسمين عنده 45 يوم 800 كيلو جرام في عبر 45 يوم لكن فيه هي نقطة هنا عندي عايز اقولها دائما طائر الصيف وزنه بتلاقيه اقل بكسير جدا من طائر الشتاء ليه كل ما زاد درجة البرودة بالنسبة انا طبعا مزبط درجة الحرارة ومزبط الرطوبة ومزبط التهوية ومزبط كل الحاجات داخل العنبة بس كتكوت الشتاء افضل بكسير جدا جدا في ناحية الكفاءة التحولية وانهو بيحول الغزة بتاعه على جسمه اسرع وبيزيد لتنين كيلو ونص او احيانا يصل لتنين كيلو لكن طائر الصيف طبعا ارتفاع جو الحرارة مهما اوفر درجة الحرارة والرطوبة لازم طائر الصيف عندي بيكون ضعيف في الكفاءة التحولية او وزنه ما بيزيدش بالنسبة لطائر الشتاء حسب السلالة الكياسية تستهلك الدجاج خلال فترة الانتاجية في حدود من اتنين الى اربعة كيلو جرام فترة التسمية طيب هلا من خلال الكلام ده كله عرفت ازاي احنا قلنا الوزن الاولاني والوزن التاني وبشوف معدل التحويل وبشوف الكفاءة الانتاجية كل الحاجات دي من خلال ايه من خلالها في عندي سجلات داخل المزرعة يعني ايه في عندي سجلات داخل المزرعة في عندي سجلات فنية في عندي سجلات مالية في سجل حركة البيع والشراء انا نهاردة جبت اتنين تن علف جبت ستة تن علف جبت علف بادي جبتها على افنامي كل الحاجات دي كلها بسجلها بداخل السجلات من خلال السجلات دي هي موجودة عشان اقدر حكم انا هل انا ماشي صحة في القطيع انتاج اللحم ولا انا ماشي غلط اذا كنت انا ماشي مثلا في اي دروبات موجودة عندي ارجع للسجلات اللي هي موجودة ارجع للسجل اللي هو التغذية ارجع للسجل اللي هو كفاءة تحولية سجل اللي هو التحول الغذائي معامل التحول الغذائي ارجع للسجل الحالة الصحية هل انا حصلت في نفس المعاد. هنديت مرض اه 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 قدرت انما اقوم مرض في معاد معين او فترة معينة. كل دي من خلال السجلات اللي هي موجودة عندي بتبين لي او بتوضح لي انا ماشي ازاي اثناء عملية التسمية. ففيه سجلات متابعة يوميا هذا السجل اللي بيحتوي على النافق ايضا بيحتوي على كمية العلف المستهلك. بمعنى ايه كلمة النافق وكلمة كمية العلف المستهلك. انا الاسبوع الاولاني طلحت مسلا حوالي خمسة او اتنين طن عالف. لعندي حسب العدل الموجود. الاسبوع التاني طلحت اتنين طن. كل ده مستجمي في داخل السجلات. طب انا خلال العاملات اليومية بديم داخل المزرعة. فيه كاتاكيت عندي ماتت. طيب انا بسجلها في عندي فيه دفتر اسمه دفتر النافق. عشان في النهاية اول ان نسبة النافق كانت موجودة عندي. هل هي خمسة في المية? هل هي اتنين في المية? هل هي تاتة في المية? سبب النافق دقيقة. انا كان في عندي في حالة مرضية في الاسبوع الاولاني او الاسبوع التاني. تبا انا علجت هذا المرض. يبقى انا ازا بحسن من نفسي كل دورة وهكذا الى نهاية عملية التسمين. يبقى انا بسجل النافق بالصبرار بصفة يومية. المتبكة من القطيع بعد النافق. ده بسجله في هذا السجل. بشوف استهلاك المياه بالنسبة للقطيع اللي هو موجود عندي. زي بنا شفت استهلاك كمية الاعلاف اللي هي موجودة داخل المزرعة. فسجل المتابعة الاسبوعية هذا السجل اللي بيحتوي على النسبة المقوية للنافق. التحسنات والادوية اللي تمت خلال الاسبوع. الوزن الاسبوعي الفعلي ومقارنته بالوزن الكياسي. معنى ايه? انا قلت لك في البداية انت ساعتك بتجيب اول اسبوع بتوزن هذه الكاتاكيد. طب هل الوزن الكاتاكيد ده هو في نهاية الاسبوع سيبت زي ما هو ولا زاد? لو كان زاد يبقى انا هل وارجع في اللحظة دي اشوف وزده هل كان مناسب زي الوزن الكياسي اللي هي للسلالة هي موجودة عندي? ولا غير مناسب للسلالة? هعرف الكلام ده منين? من خلال السجلات الفنية او السجلات اللي هي الادارية اللي هي موجودة عندي داخل مزارع التسمي. دي السجلات متابعة الاسبوعية. طيب معامل التحويق. انا عندي زي ما انا بديك مثلا هو عندي الاسبوع الاولان. الوزن الكياسي المفروض يكون مية واربعين جرام. يعني ايه مية واربعين جرام? مية واربعين جرام انا في بداية الاسبوع كان وزن الكاتكوت مثلا حوالي عشتين تلاتين او اربعين جرام. تمام? بعد نهاية الاسبوع لقيت وزن الكاتكوت عندي بقى مية واربعين جرام. طب انا اديته علف قد ايه? زي ما هو موجود معك في الجدول كده. اديته في الاسبوع الاولاني مية خمسة واربعين جرام علف. فبقى سم كمية العالف اللي هي موجودة على الوزن اللي هو موجود بالنسبة لكتاكيت انا اطرحت وزن الاولان من وزن الاخراني او الوزن الواحد نقص وزن اتنين. الدني معامل تحويل واحد واربعة من عشرة. في الاسبوع التاني بلاقي الكتكوت ويبدأ بيزيد عشان كده بقول لي ساعتك ان كل اسبوع او كل تلات اربعة ايام حسب الكتكوت ما حكمه بيزيد انت بتوسع المسائي وبتوسع يعني بتحط عدد اكتر اكبر من المسائي وبتزود عدد اكبر تاني من المعالف عشان الطير بيبدأ ان هو يستهلك. انت لحظتها في الاسبوع التاني هو لقيت وزنك تكون تلتمية خمسة وثمانين جرام. طب استهلكم اللي علي قد ايه? يبقى هو كال تلتمية خمسة وخمسين جرام. يبقى حاول لي كفاءة احوالية واحد وتلاتة من عشرة. لحد ما يصل الى كام? الى الاسبوع السابع اللي هو نهاية عملية التسمين بيكون وزنه اتنين وتسعة وتسعة من عشرة. يعني اتنين كيلو وتلتمية جرام. بيكون استهلكمية من العليقة عندي كيلو وخمسين جرام. يبقى في اللحظة ده معامل التحويل واحد وسبعة وتسعين من مية. يبقى انا رجحت في البداية زي ما بقولك ان معامل التحويل الغذائي بالنسبة لكتكون التسمين من واحد الى اتنين في المية. يعني كل اتنين كيلو علف مثلا بيديني كيلو الى كيلو لحد. ده من معامل التحويل. طيب في سجل تالي بقيم الدورة فيما بعد. يعني ايه بقيم الدورة وبقيم المصرفات والايرادات. مش انا جبت عندي ادوية. تمام. ادوية دي بفلوس. مش انا جبت عندي انشارة. انشارة دي بفلوس. تمام انا مش انا جبت برضو تاني اعلاف. اعلافها عندي عندي بفلوس. يبقى بسجل كمية المصرفات اللي انا صرفتها عندي في داخل الدفعة في سجل اسمه سجل مية وخمسين. في اللحظة دي في نفس الوقت برضو ده سجل المصرفات بيقابلوا الناحية التانية في سجل الايرادات. انا الفراخ اللي عندي او الكاتاكيت اللي عندي انا بيعتي ايه بيعتي كاتاكيت بيعتي سبلة باقي عندي تحصينات وادوية وهورمولات او او الى اخيره من الحاجات اللي ادخلتها عندي فبطرح الاتنين مع بعضهم عشان يديدي مكسبي في الدورة او مكسبي في عملية التسمين يمكن من خلال سجل اللي هو مية وخمسين ادات مصرفات اللي هو مجوب بالمزرعة ان انا بعمل تقييم نهائي لدورة التسمين واشوف ان انا احكم على نفسي من تقييم دورة التسمين هل هي نجحت ماليا ونجحت فنيا ولا بنجحتش عندي في داخل دورة التسمين. طيب اسباب نقص الاوزان عن المعدلات المسالية. يعني ايه اسباب نقص الاوزان على المعدلات المسالية. اول سبب عندي عوامل بتتعلق بالتغذية. قلنا انه ممكن اقدم تغذية غير متزنة. يعني غير متزنة في ايه? في عندي فيه نقص في البروتين. فيه نقص في الاحماض الامينية. فيه نسبة اقل من خمستاشر في المية من فول السوية واربعة في المية من مسحوق السمك يبقى العليقة دي عندي مش مزبوطة هي السبب اللي قدتلي الى ماكس الاوزان عن المعدل المثالي بالنسبة اللي كانت تكون كذلك عندي فيه عليقة منخفضة للطاقة خصوصا في فصل الشتاء انا عايز فصل الشتاء تكون عليقة مرتفعة في نسبة للطاقة بتكون تلات تلاف ومتين كيلو كاري لكل كيلو جرام من وزن العالم فيه عليقة ايضا غير متجنسة يبقى العليقة غير متجنسة هتقدي بعد ذلك الى انخفاض نقص الوزن في نهاية دورة التسمين ممكن تكون العليقة غير مستساغة بالنسبة للطاقة للتسمين لان مين اللي يقدر يحكم على العليقة زي ما قلنا اللي يقدر يحكم على العليقة اللي هو طاقة التسمين اللي هو موجود عندي جايز يكون فيه مواد سمة بالنسبة فيه داخل العليقة او فيه فطريات طب انت هتعتك بتقول لي فيه مواد سمة طب المواد السمة دي بتيجي منين المواد السمة ممكن انا اصلا المدة صلاحية اعلاف الدواجن من ثلاثة الى اربعة الشهر. ممكن يكون العلف اللي انا جايبه ماركون في المخازن قبل ما اجيبه عندي في داخل الدفعة. يبقى في اللحظة دي في عندي فطريات موجودة بدء التنشط. لاني طبعا في نسبة البروتين بتزيد. كل ما بتزيد نسبة البروتين. كل ما بتبقى سهل اكتر بالنسبة الانتشار الفطريات او المواد السامة في العليقة. ممكن فلازم اتواخف الحزر عند شراء الاعلاف اللي هي اللي انا بجيبها لداخل المزرعة. لازم تكون طازة. يعني لازم تكون فطة الانتاج بتاعتها لسه قريبة بالنسبة لعملية التربية او بالنسبة لعملية التسمين لطائر التسمين. في ايضا عوامل بتتعلق بالرعاية. العوامل بتتعلق بالرعاية يعني ايه عوامل بتتعلق بالرعاية? هلما الاضاءة كد عند كافية? هل الرطوبة كد كافية? هل الفرشة كد مبتلة? هل المسائق كد نضيفة? هل هل المعالف فيها ايه هل أنا فيه عندي فطريات داخل المعالف او داخل المسائل ايه موجودة دي كلها اسباب بتتعلق بالرعاية او عند المعالف قليلة او عند المسائل قليلة او عدب كفاة استقياب بالنسبة ليه عدد او مساحة الطائر بالنسبة داخل العنبر دي كلها اسباب بتتعلق بالرعاية العامة بالنسبة ليه الطائر كذلك فيه عندي الاضاءة هل أنا كنت موفر في الاربعة وعشرين ساعة تلاتة وعشرين ساعة اضاءة وريحت ساعة او ريحت ساعتين وبريح الساعة دي امتى بريحة بالنهار ولا بريحة بالليل دي كلها اساليب رعاية بالنسبة للطائر التسميه هل درجة الحرارة اصلا منضبطة او منضبطة داخل داخل المزرعة عندي لو ارتفعت اكثر من اللازم بتقدي الى قلة استهلاك العليقة بالنسبة للطائر وفي نفس الوقت بيزيد الميا بالنسبة للطائر يبقى في اللحظة دي كتكوت عندي مش هيزيد عشان كده انا قلتلك ايه ان كتكوت الشتاء افضل بكسير تربيته في دعم التسمين من كتكوت اللي هو الصيف يبقى هنا عندي اه 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 لازم اضبط درجة الحرارة لازم اضبط الرطوبة لازم اضبط التهوية كل دي اساليب رعاية بداخل القطيع او داخل عمبر التسميه في عوامل بتتعلق بالمسكن يعني ايه عوامل بتتعلق بالمسكن انا في عندي زحام شديد والكتكوت او الطائر مش قادر يوصل الى المسأة يعني ايه مش قادر اللي يوصل الى المسأة مش قادر ان هو يختار باقي باقي الزملاء عشان يقدر يصل الى كمية العلف او الى كمية الميا اللي هو هيقدر يتناولها يبقى في اللحظة دي هل هو هتوقع ان هو حجمه هيزيد بعد كده لا حجمه طبعا هيقل عشان خطر ان هو مفيش عدد كافي من المسائي او من المعالف بالنسبة لعدد كتكيت او كسافة الكتكيت او كسافة حجم الكتكيت داخل العنبة كزلك فيه بلل في الفرشة يعني ايه بلل في الفرشة وانا بضع المسأة سواء كان المسأة اللي تبعى على المسائل مقلوبة في بلل حصل بالنسبة للفرشة حوالي المسأة لو لقيت في هذا البلل موجود لازم اشيل هذا البلل الموجود عشان ما ينتشرش الكوكسيديا وتنتشرش الامراض داخل العنبر وبالتالي هتقلع الاوزام بالنسبة لطائر التسميب اه في اللحظة دي هكي لازم اشيل البلل حوالي اللي هو الفرشة واجيب نشارة اه نضيفة رطبة او انا نضيفة جفة بضعها تحت المسائي او تحت المعال كزلك في حاجة برضو من سخونة العنبر او من الرطوبة داخل العنبر لو انا في ديلة حاطت او واضع المسأة او المعلفة في مكان واحد طول الدورة هيحصل في رطوبة في هذا المكان وممكن ينتشر الامراض في هذا المكان فانا لازم ابدل بين المسائي والمعالف يوميا باستمرار يعني اعمل حركة داخل قطيع وطول ما انت داخل القطيع بتلف داخل القطيع او انت كمربي منتشر داخل القطيع كل ما بتسهل ان هو قتكوت بيبدأ يتحرك ويبدأ اياه لو انت ما دخلتش للطائر داخل العمبر طبعا يعني ما هتخش للطائر بعد ما طهر النفسك وتلبس الملابس الواقية عشان ما بدخلش امرها كلما تتحرك داخل القتكوت دي ما تقول بيزحى وبيبدأ ان هو يتحرك وينتشر ويبدأ يكل وينتقل من مكان الى مكان بس يكون المسائي كافي له. ويكون المعالف كافية بالنسبة للطاق. لو لقيت بلل لازم اشيله مباشرة بالنسبة للطاق. لو انا عملت عندي في عملية اسمها ازعاج. يعني ازعاج. انا جبت مسأة كده لو حتجي مخبط مسئلين في بعضيهم او عمل اي صوت ازعاج داخل العبر. هتلاقيك كده كده هتبدأ هتبعد عن المساء والمعالف فترة من الوقت وتبدأ ترجع تاني. كل ده بيأثر على الوزن المثالي لكاتقوت التسمين داخل العبر. والحركة المفاجئة للكاتقوت بيعمل على عملية الاجهاد بالنسبة لطائر التسمين. في عندي عوام التعلق بالرعاية الصحية. ان ظهور الامراض عدم دكة التشخيص. وغلب لك عدم دكة التشخيص بالنسبة لطائر التسمين هو ده اللي يعني يعني عايزين نقول ايه? هو يعني هو مربط السؤال او 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 مربط الفرز ازا ما يقوله باللفز البلدي. بمعنى ايه? تشخيصك للعلاج اقوى انك تدي العلاج ذات نفسه. لان انت لو 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 شخصت فعلا الاعلاج. لان عندي امراض الدواجن كلها متشابهة مع بعضيها. في عندي جهاز تنفسي. طبعا هعرف ازاي جهاز تنفسي. انت ساعدتك بتخش داخل العنبر وبتقف لحظة في داخل العنبر وبتسمع بازنك صوت الكاتاكيت اللي هي موجودة. لو كانت فيه حشراجة في داخل الجهاز التنفسي تعرف ان المرض ده هو التنفسي وتقدر تعالج هذا المرض. تقول اه شبكة فتحت فيه طيار مفاجئ من الهوى. يبقى ازا فيه مكروب دخل. يبقى لازم اعالج هذا هذا الطائر. ودي له اه جرعة ضد الجهاز التنفسي. او لو انا لقيت في عندي في الجهاز المعوي بالنسبة للطائر. لقيت عندي في حالة انسياب بالنسبة لفترات الطائر. لقيت في لون عندي بني. في لون اسهال ابيض. كل دي حاجات بتوحيلي او بيقدر شخصة داخل العنبر. ازا وصلت للسبب يبقى انا في اللحظة دوت باقدر في اللحظة دي اتبصل الى العلاج المناسب. وابدأ اديه للطائر بالنسبة عندي. عشان اقدر احافظ على الجهاز بتاع الطائر. في نفس الوقت ان انا ما استخدمش اساليب اه زي فيه بعض البورابين بيضع السلفة. اما يضع السلفة بالنسبة للطائر. طبعا السلفة كلها املاح بعدنية موجودة بقصرة. اما اضع السلفة باستمرار. خصوصا في حالة اللي هو الاسهال الابيض. واخبال حضرتك. تلاقي ان جهاز البولي بالنسبة للكاتكوت يبدأ ان هو يجهد. في اللحظة دي تبقى يبدأ ان اللي هو الوزن يقل بتاع الطائر. وما يوصلش الى الوزن المناسب او الى المعدل المناسب بالنسبة للطائر. في عندي تاني برنامج التحسين للكاتكيت. يعني ايه برنامج التحسين للكاتكيت. بالنسبة لبرنامج التحسين للكاتكيت. يعني عايز اقول ايه. كل مربي في داخل اه البيئة او داخل المكان اللي موجود بيبقالوه طريقة. بمعنى ايه. ان ممكن تروح لدكتور دكتور يشخص لك يقولك امشي على كذا وكذا وكذا. في دكتور تاني يقولك لا الغدوة وشغل. اذا برنامج التحسين غير سابت بالنسبة لداخل قطعان التسمين. في واحد يقولك يمشي على كذا وكذا وكذا. لا ابدأ بالهيتشنر. ابدأ بالجنبورو. ابدأ باللاسوتا. ابدأ بالتحسين الميرك. ابدأ بقيتشي وان اللي هو الفرنزة الطيور. كل دي اسمها وكلها بيرجع الى تشخيص الدكتور او الى النظام المزرع اللي هو متبع في داخل القطيع عندي. فبلاحظ ايه? ان برنامج التحسين. لو لا عندي العمر باليوم. اليوم الاولاني لازم احصم ميرك. يعني ايه لازم احصم ميرك? في بعض في بعض الاحيان بعض المزارعين يقولك ايه? انا عندي الميرك فاكر زمان ما كان يقولك مرض الشوطة. يعني مرض الفرة بالنسبة للكتاكيت. هذا المرض اللي هو اسمه الميرك. يعني ايه? تلاقي كتاكوت عندك الف كتاكوت. في خلال تات اربعة ايام تلاقيوا كلهم الكنس ومالعنبر او خلاص نافقهم. يبقى معنى ذلك ان في عند الميرك ما 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 حصنتش تحسين بالنسبة للميرك بالنسبة لطائر التسمية. في بعض الناس يقولك انا ما حصنتش ميرك. بس في حاجة هنا عندي. لو انت ما حصنتش باستمرار ميرك لدفعة التسمين او للطائر انت هتضعه في المكان سواء كان تربية منزلية او تربية اه في في العنابر او مساحة على مساحات كبيرة يبقى لازم تحصن الميرك بالسمرار. لو حصنت النهاردة مرة او حصنت الدورة ديك لازم كل دورة تحصن عشان خطر انت كده دخلت اللي هو الميكروب عندك. هذا الميكروب بيكون عامل وقائي او حماية ليه الكتاكوت. لو انت جبت دفعة غير محصنة بالميرك هذه الدفعة ممكن انها تروح منك او بتنتهي منك. يبقى ده التحسين بالنسبة ليه الميرك بالنسبة ليك كتاكوت التسمي. اه بالتحسين بالنسبة للميرك وصلنا الى نهاية هذه الحلقة على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة. متمنيا لكم دوامة تقدم النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.